يا مساء الخير ويأهلا وسهلا بداية كل التحية لكل أهلوية اللي بيبدأ معنا حلقة النهاردة من السادسة كلام كتير طبعا عن الأهلي والأول أكرم توفيق كلام طبعا حضراتكم يمكن على مدار 24 ساعة الأخيرة تابعت وشفت وسمعتوا كلام كتير جدا على أكرم بداية أطمنكم حتى اللحظة كل ما قيل أو كل ما تم تسريبه أو كل ما نشر على إصابة أكرم توفيق غير حقيقي على الإطلاق وممكن أقول لك أنه جهاز الطبي ودكتور أحمد أبو عبلة لغاية اللحظة دي ما يقدرش يحدد طبيعة الإصابة أو حجم الإصابة وفترة ابتعاد أكرم عن المشاركة مع النادي الأهلي اللي جاي لكن في النهاية المؤمن دايما مصاب وده قضاء الله وخضره وبالتالي ما عندنجر أن احنا نقبل به صحيح بنزعل مش بس يعني أنت طبعا أي لعب في نادي الأهلي بتفقده بسبب الإصابة بيكون فيه زعل وبالذات لما يكون من اللعيبة اللي وصلة لحالة فنية وحالة بدنية عالية بالتالي أكيد طبعا غيابه بيأثر على الفريق لكن أكرم بالذات حالة خاصة يعني بالذات كمان لأنه لسه راجع من إصابة طويلة وإصابة صعبة وبالتالي يعني أول ما ابتدى يحط رجله في الملعب وأول ما ابتدى يوصل فورما كويسة جدا سواء مع الأهلي أو مع المنتخب هي عين ممكن تبع عين الحقيقة يعني يصاب مرة تانية بإصابة صعبة هتبعدوا بالتأكيد أنا معرفش طبعا حجم الإصابة أو تأثيرها على مشاركته مع الأهلي هل السيزن انتهى بالنسبة لأكرم ولا بنتكلم على أنه ممكن يكون بعيد عن كافة العالم ممكن يكون بعيد عن بداية دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وممكن يلحق معنا المتبقي من الموسم ومع الأخذف تعتبر أنه موسم طويل وممتد انسى تماما فكرة أن الموسم يخرص في تلاتين ستة دي ده كلام حبري على ورق يعني لكن في النهاية حجم الإصابة قد إيه؟ هتبعدوا قد يعني ملاعب؟ محدش عارف أكرم كمان من لعيبة الرجالة يعني فيه روح دايما حضرة يعني قصة مش قصة لعيب كويس ولا لعيب قوي ولا لعيب سريع ولا لعيب بيقوم بأدوار مركزه بشكل كويس جدا خلته تقريبا في فترة أو ليلة نمر واحد في مصر لكن كمان الروح اللي عنده أكرم دايما تخليك متعاطف معاه الروح اللي عنده أكرم تخليك دايما حبه تكره أي شيء كنت بقى أهلاوي كنت غير أهلاوي يحصل للعيب زي أكرم توافي ألف سلام عليك يا أكرم إن شاء الله بإذن الله بسيطة وبرضو نراهن على العزيمة وعلى الإرادة وعلى التصميم اللي عندك إنك ترجع دايما أفضل وأحسن من الأول عندنا كلام كتير جدا وبمناسبة النهاردة يعني في حلقة السادسة هنقدم لحضراتكم تواصلنا الحقيقة مع المسؤولين في أوكلين سيتي أولى مواجهات الأهلي مواجهة من وجهة نظرهم وحسب تصريحاتهم شايفينها مواجهة تقرية كسر العالم الأندية انطلاقة المشوار أوكلين سيتي مش جديد علينا في مواجهة وحيدة أنت بتكلم على أول وتاني أكتر فرق مشاركة في كسر العالم وكأن الفرقيتين دول أوكلين سيتي بعشر مشاركات الأهلي السنة دي إن شاء الله النسخة دي تمن مشاركات هم زعماء هم اللي مسيطرين على المناطق بتاعتهم هم اللي مسيطرين على القارات بتاعتهم لأنه أوكلين سيتي بعشر مشاركات الأهلي بتمن مشاركات ولكن يبقى أنه الأهلي طبعا أفضل إنجازة واللي ما يعرفش أو اللي ما يتبعش أوكلن سيتي خلينا أقول لكم أن الفريق ده فاز ببرونزية كاس العالم 2014 وكان المفترض أنه يشارك معنا في نسخة 2020 لكن طبعا في النهاية اعتذروا بسبب انتشار فيروس كورونا والبطولة تلعبت من غيرهم والأهلي حق فيها البرونزية عارفين الأهلي كواس جداً مذاكرين الأهلي كواس جداً حفظين الأهلي وعارفين أنه الفرقة دي وصلت للتتويج أو وصلت لمنصة التتويج وفازت باتنين برونزية على التوالي في مشاركة كاس العالم فريقهم اللي هيشارك السنة دي فريق جديد تماماً يختلف تماماً عن آخر مشاركة ليهم آخر مشاركة ليهم كانت في 2017 بالإضافة طبعاً ماتش صموحة تمرينة الأهلي النهاردة كل ده هيكون معنا في السادسة بس قبل ما نبتدي معاكم وندخل في التفاصيل نروح لفاصل ونرجع لحضراتنا الملحظات الحقيقة اللي عكستها صابت أكرم واللي شفته على مدارة الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة الحقيقة بيقول أنه مش أقول كل لكن فيه جزء كبير الحقيقة من المناخ الرياضي في مصر الحقيقة مسمم فيها حالة من حالات التشوه يعني على الرغم المفروض أنه الرياضة دي بتحكمها في النهاية المنافسة الشريفة ومفترض أنها أنه الأخلاق الرياضية يعني أو الروح الرياضية تبقى حضرة في كل شيء حتى وقت الخسارة لكن يبدو أن الأمور عندنا بتحصل بالعكس ويبدو أن كتير من مفاهيم اطلق بطت ويبدو أنه الكبار اللي في موقع المسؤولية مش مدركين حجم تأثيرهم السلبي على الصغيرين اللي ما تقدرش تحسيبهم لما تشوف الكبير بيغلط ما تنتظرش من الصغير أنه يمشي على الصراط المستقيم واحد طبعا يعني أنا مش عارف أسميها إيه يعني هي لا من الدين ولا من الأخلاق ولا من حسن التربية أنه يبقى فيه حالة شماتة أو حالة فرحة فيه إصابة أي حد يعني 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 الشخص ده يعني شخص مريض بجد أو الأشخاص دول ناس مرضى ناس مرضى بكل ما تحمله الكلم دي مش مش استعارة ولكنه يعني شيء دي ده 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 ناس دي بتعاني من حالة تشوه واضح وصريح جدا في المفاهيم اللي مش رياضية أنا بكلم على حتى الإنسانية يعني مش لازم الرياضة ده في أي شيء في الدنيا الحقيقة وكلام كتير طبعا واتهامات كتير للكهرباء بأنه السبب في إصابة أكرم توفي إصابة حصلت في ميروان عادي وبدون احتكاك أكرم وقع على رجله وده قدر ربنا حتى هو أكرم نفسه يمكن كان مهتم جدا بتوضيح النقطة دي يعني حضراتكم زي ما انتوا شايفين ده بوست عملوا أكرم توفيق عشان يعني يبرق به الاتهامات اللي طالت كهرباء على طول كتب فيه زي ما حضراتكم شايفين التويتا دي أو البوست ده بيقول في ده على انستجرام قال الحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا ثانيا فيه ناس بتقول انه كهرباء سبب الإصابة ما فيش حاجة ما فيش اي التحان بيني وبين كهرباء حصل قدر ربنا والقدر ما فيهوش مفر وأنا طول عمري عارف ان الدنيا ضار ابتلاء وأنا راضي باختيارات ربنا والحمد لله رب العالمين وقدر الله ومشاء فعل ثالثا شكرا لكل الناس اللي سألت علي وحتى اللي كان نفسه يسأل أنا قلتلكم في بداية حالة حالة أكرم لم يتم تشخصها ولا تحديد حجم الإصابة وتأثيرها على مشاركته ولا فترة غيابه حتى اللحظة اللي أنا مع حضرتكم فيها على الهواء وكل أي حاجة كل حاجة انت سمعتها ليس لها أي أساس من الصحة تعالوا نروح بما طبعا النهاردة التمرين الأخيرة لمباراة بكرة ان شاء الله أمام سموحة مباراة مهمة جدا تعالوا نروح للنادي الأهلي زمينا محمد توفيق موجود هناك وحضر الجزء الأول من الميران نتطمن منه على أكرم وعلى تطورات إصابته ونتطمن منه كمان على الفريق واستعاداته لمواجهة سموحة بكرة ان شاء الله يا محمد مساء الخير مساء الخير زميل عزيزي أحمد سمير تحية لكم لكم مشاركة قناة نديل أهلي في كل مكان أهلا بك محمد بداية عايز أعرف لو فيه عندك جديد من خلال متابعتك لحالة أكرم توفيق إيه حاج آخر حاجة وصلنا لها يعني التأكيد اللي كلامك يا أحمد وعشان كل المشاهدين يكونوا في الصورة ومنتهى الأمانة أكرم حالا دلوقتي أنا معك على الهواء بيجري أشعة رهين مغناطيسي على الرجبة اليسرى طبعا الإصابة الأولى كانت في رجبته اليمنى ولكن هذه المرة الإصابة في رجبته اليسرى وهو حالا دلوقتي أنا معك على الهواء بيجري أشعة رهين مغناطيسي لبيان مدى إصابته دكتور أحمد أبو عبلا رئيس الجهاز الطبي فريق الأول لقرأة القدم بالنادي الأهلي أكد لي قال لي ما فيش أي معلومة عن ده أنا شخصيا لو أخفيك سررا أن المدير الفني نفسه بيقول الناس كلها دي عارفت منين إصابة أكرم وأنا المدير الفني الفريق لسه أجابات معارش إصابته يعني الرجل المستغرب جدا أنه لسه هو بنفسه ما عرفش إصابة أكرم إيه في حين أنه كل الناس بتتكلم في كل الوسائل الإعلامية عن إصابة أكرم فإلى الآن وحالا دلوقتي وانا معاك أكرم بيجري عمياني عشعة رهين مغناطيسي لمدى بيان إصابته وبإذن الله تكون يعني بنتمنى وبندع كلها ربنا أنها تكون بإذن الله أخف الأضرار أو أخف الإصابات على طمينك بقى على الفريق كله بشكل عام حالا دلوقتي وانا معاك الفريق بيختتم خلاص ميرانه بالتأسيمة وهي آخر فقرات الميران يمكن قبل الميران كان فيه محاضرة مطولة للجهاز الفني يمكن على مدار أحمد الأيام الماضية كلها كان فيه محاضرات كتيرة جدا نظرا لأهمية هذه المرحلة من الموسم الجهاز الفني بتكلم مع اللعبين سواء محاضرات فيديو لبيان الأخطاء أو خطط الفرق المنافسة وكمان محاضرات في الملعب عن أهمية هذه المرحلة كان التدريب تلقى ببعض الفقرات البدنية ومن بعدها كمان بعض التدريبات بالقرى والخطط إن شاء الله والجمل الفني اللي هتم تطبقها في مباراة غدا بإذن الله أمام سموحها في إطار مباراة الجولة التسعى على السيد الأهل في السلام بإذن الله اللي هبتدي فيه تمام السابعة مساء حالة العبين كلها أكثر من رائعة سواء بدنية أو فنية طبعا باستثناء غياب أكرم توفيق كمان غياب طهر محمد طهر اللي بيؤدي برنامجه التأهيل والعلاج بشكل أكثر من رائعة وكمان برسيتاو شغال بشكل كبير جدا وهي أكثر من رائعة في برنامجه التأهيل وبإذن الله يكونوا قريبا جدا مع الفريق وبإذن الله كمان يعني خلال ساعات والهيلة جدا نتطمن على أكرم وبإذن الله يكون زي ما رقول أهل الأضرار وبإذن الله يكون معافى وموجود مع فريقه فأرى وقت ممكن بإذن الله يا أحمد كل أجواء هنا رائعة يطبقى فقط يعني زي ما نقول للسلاة الأخيرة وكل دعوات جامل هلنادي الأهل الأكرم أولا نتطمن عليه وكمان للفريق بكرة بإذن الله وتحقيق صلاة نقاط جديدة بإذن الله يكونوا دفع الفريق فيما هو قدم بإذن الله يعني باستثناء أكرم وباستثناء برسيتا وباستثناء طاهر قائمة الفريق كلها يعني لعبي الفريق كلهم شاركوا في تمرينة النهار ده محمد بالفعل يا أحمد كل الفريق الحمد لله كل الفريق موجود كمان يعني زي ما بنشوف على مدار الأيام الماضية كعمار عمار حمدي موجود في التدريبات طبعا يعني دخوله لقاءات مثل المباراة أو مشاركة طبعا ده يرجع للجهاز الفني ولكن زي ما نتطلب باستثناء هذه ثلاثة إصابات كل اللعبين موجودين طبعا تحرص المار محمد الشيناوي عالو اللطفي ومصطفى شبير وكمان يعني في ظل سياسة كمان مدرب الحراس والجهاز الفني نادي الأهلي وان كل على طول فيه موجود يعني عناصر جديدة من قطاع الناشئين بتشارك فيه تمامين الفريق أول عشان يكتسبوا الخبرة من الحراس الكبار موجود النهار ده لأول مرة حارس ناشئ من موليد 2006 عمر كامل موجود النهار ده بيشارك مع اللعبين الكبار في الميران زي ما قلتلك باستثناء أهلاء اللعبين كمان مصطفى سعد ميسي ممكن موجود وبيشارك يحاول بالجار يحاول الملعب ان شاء الله برضو قريبا جدا يكون مع الفريق وزي ما قلتلك ممكن الناس كلها اللي كانت موجودة الفترة كانت بعيدة شوية محمد عبد الملم طبعا كان غايب على المباراة اللي فادت للإقاف وكمان كان فيه كان مخافيه الحمد لله موجود في الميران بشارك بشكل تام كل اللعبين زي ما قلتلك في حالتهم الفنية والبدنية أكثر من الرئاعة طبعا اختيار قامة المباراة طبعا ده راجع للجهاز الفني ان شاء الله كل اللعبين اللي يختارهم يكونوا موفقين وبإذن الله يكون النادي الأهل بكرة موفق وان شاء الله زي ما قلتلك يضيف سلاس نقاط جديدة خاصة نعمة مع تلحة المباراة انت بتتكلم لحد بكرة اسموحة يوم الأربعة سينامية كيلو باترة يوم الأتنين اللي بعد على طول بيرامد ففي ضغط المباراة ومباراة كتيرة جدا في فترة قليلة ان شاء الله يكون التوفيق معنا وان شاء الله نحرز العالم طبعا طبعا مطش مهم كل مطشاط اللي جاي مهم جدا لغاية لما نروح كهس العالم بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز محمد توفيق طيب قبل ما اتكلم على فرية الكرة وقبل ما اتكلم الأهلوية كلهم أهمها طبعا للاستعداد لبطولة كهس العالم ايه المطلوب من الفترة اللي جاي من نجومنا كلهم نجوم كل الوجوه والأسماء اللي حضراتكم شفتوها نجوم واي 11 منهم وما تنساش يعني عشان احنا بننسى بسرعة ما تنساش انك انت روحت كهس العالم السنة اللي فاتت وانت نقص نص فرقة مش لعب ولا اتنين وانت رايح من غير كل اللعيبة الدولية مش بكلمك على اي فرقة بكلمك على كل اللعيبة الدولية ما كانوش موجودين معاك ومع ذلك قدمت عروض ولا افضل ولا اروع وكسبت وتأهلت ولعبت على البرونزية وكسبت الهلال في مباراة الثالث والربع وحققت ميدالية برونزية جديدة جدا بواحدة من الميداليات اشوفها ميدالية الأصعب يعني أصعب مشاركة للأهلي في مشواره في كهس العالم كان البطولة الأخيرة دي وبالتالي الحزبة غير يعني آه ممكن تبقى الآن شوية من الكرة اللي هم نلعبها من تراجع المستوى في حاجة مش مزبوطة لكن ده الأهل يا جماعة يعني ده الأهل يا جماعة ومطلوب منك كجمهور كل أحد يعرف دوره برضو يعني اشترك كلمة متأسراحة أنا لما بعد بتفرج كجمهور ليه دور وأنا لما بتكلم على شاشة النادي الأهلي ليه دور تاني تماما مختلف صحيح أن أنا مطلوب مني أن أنا عبر على أراء الجماهير ونتناقش فيها ونترحها ده ما فيهوش أي مشكلة أو تعرض مع فكرة أنه مطلوب من جمهور النادي الأهلي هو الدعم والمساندة في الفترة اللي جاي خلينا بارك الأول فوس فريق السلة سيدات بكاس السوبر المصري على حساب سبورتنج مباراة انتهت يمكن من شوية بنتيجة 83-75 وده أول سوبر بتحرزه سلة الأهلي عندنا النهاردة مواجهة مهمة جادة سوبر مصر برضو بس المرة دي سلة الأهلي رجال في مواجهة الاتحاد السكندري بعد مفروضنا طبعا وطوج الأهلي بلقب الدوري على حساب الاتحاد برضو نهاردة فيه لقاء جديد ومنافسة جديدة وبطولة جديدة هتبدأ نهاردة ان شاء الله الساعة الثمانية بطولة مهمة جدا لفريق الأهلي والجهازه الفني والعيبته وبالتأكيد جدا لجماهيره فان شاء الله كل التوفيق لأبطالنا النهاردة ويقدروا يحققوا لقب جديد لسلة رجال الأهلي زي ما السيدات عملوها أمام سبورتينج طيب النهاردة معلش قبل ما نروح لماشي سموحة يمكن تبعتوا على شاشة الأهلي النهاردة مباراة الشباب الأهلي والبنك الأهلي أنا اتفقيت على المباراة دي الحقيقة وشفت عدد من الأسماء طبعا في الأهلي صعب أنك تاخد الفرص لكن أنا شايف أسماء كتير جدا ظهرت النهاردة بشكل مردي عندها كورة حلوة عندها شخصية الأهلي عندها إمكانيات كويسة بيتهيق لي أنه في أربع خمس مش عايز أظلم حد الولاد كلهم النهاردة كانوا كويسين الفرق وعلى رغم من مباراة انتهت في النهاية 1-0 بس براكلة جزاء لكن أنا بكلم على تقييم أو نظرتي يعني للعيبة اللي أنا شفتها لها في أسماء كتير جدا تستحق أنها تاخد فرصة واتطمنك على مستقبل نادي الأهلي يعني عجبني جدا يوسف عفيفي رغم أنه ما خدش وقت طويل لكن الحقيقة ده فرص طبعا لحظة تسجيل ضربة الجزاء وفرص من العيبة كويسة برضه زعلوك عجبني جدا جدا وشايفه مبشر جدا ولو اشتغل على نفسه الولد ده برضه ممكن يروح في حتة تانية خالص عمر خالد عجبني يوسف عبد الحفيز عجبني يوسف عفيفي أنا قلته في الأول محمد عبد الله الغاية لما خرج لا فرقة شباب الأهلي فيها يعني لو خدنا طبعا قرار في النهاية الميستر كولر يعني بس أنا بقول أنه كمان إحنا محتاجين نشوف اسم اثنين تلاتة في المشورة الطويلة اللي إحنا راحينه ده بياخد كل شوية مع الفريق الأول أعتقد يقدروا أنه هما يكونوا يعني على التراك السليم رونالدو قريب جدا من نصر والكلام اللي كنا بنقوله على كاس العالم أو وقت كاس العالم أن رونالدو مليونيتد للنصر ما طلعش إشعاعات وطلعت صفقة بتتحط فيها الرتوش الأخيرة في أخبار بتؤكد النهاردة أنه دورة نادي النصر توصلت بالفعل اتفاق نهائي مع كريستانو رونالدو مع وكيل أعماله حوالين المقابل المادي وكافة البلود بقى المتممة لصفقة انتقاله للدوري السعودي نقلة نوعية للنصر نقلة نوعية للتحاد أو للكرة السعودية نقلة كبيرة جدا للدوري السعودي هنتكلم عليها بالتأكيد النهاردة مع كابتن خالد جدالة اسمحوا لنا بس نروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية في السلسة وتبقى المواهبة الحقيقية دايما هي كلمة السر عشان تفهموا اللقاء اللي جاي أنا عايزة أوصل فيه إيه اللي يجب نعمل مقارنة ما بين اكتشاف المواهب زمان واكتشاف المواهب دلوقتي ودور الكشاف زمان ودور الكشاف دلوقتي في زمن بيقال عليه أنه بقى فيه ندرة كبيرة جدا في المواهب زمان لما ما كانش فيه ساتلايت أو أمر صناعية وما كانش فيه قناعات فضائية وما كانش فيه وسائل تواصل اجتماعي وما كانش فيه فيديو كونفرنس أو اتصالها عن طريق الفيديو كان دور الكشاف أنه يسافر ويلف ويتحرك ويزور ويشوف عشان يطلع كل فين وفين وموهبة ومع ذلك كان فيه وفرة في المواهب في كل مكان مش بكلم بس على مستواني هنا في مصر وأنا ممكن أعدلك أسماء مواهب وأجيال كتير جدا كانت مليئة بعظمة بحالة يعني حالة فريدة جدا من التجل في كل المجالات النهاردة ومع كل وسائل التواصل وكل التقدم التكنولوجي كان مفترض الأدوات دي تسهل من دور أو من اسلوب عمل الكشفين وتوفر لنا عدد أكبر من المواهب لكنه حصل العكس وأنا مش بكلم عنها في مصر أبتكلم على عالم كله للدرجة اللي خلت مثلا لعب زي كيليا نمبابي النهاردة وصل سعره لمتين مليون يورو لما تيجي تتكلم على موهبة مين ممكن يكون خليفة للايو ماسي أو كريستيانو رونالدو رغم أنهم عاشوا سنين طويلة جدا محتلين الساحة بدون ظهور مواهب جدد برضو دي كانت علامة استفهام ولما نسأل نسأل أهل الخبرة والتخصص في واحدة من أهم بقاع كرة القدم في العالم بنتكلم طبعا على إنجلترا ضفنا هو كابتن لسعد سبيتا عضو رابطة كشافي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يكلمنا أكثر عن الموضوع بس بداية طبعا لازم نقوله أهلا وسهلا بيك وشكرا على مشاركتك معنا في السادسة أهلا وسهلا على شاشة الأهلي السلام عليكم أهلا وسهلا بالمتابعين وشكرا على استضافة وشرف نكون على قناة الأهلي كابتن لسعد بداية بس حابب حاجة تعرف الناس ايه هو او ايه هي طبيعة عمل رابطة كشافي الدوري او الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وايه الدور اللي انتو بتقوموا به وانت كواحد من الكشافين عضو الرابطة طبعا ايه أهم الحاجات اللي عملتها او ايه أهم حاجات تحطط في السيفية بتاع حضرتك الرابطة اللي كشافين الكورت خدم ببريطانيا هي تنخصم ثلاثة مراحل في تحليل تحليل يقع تكليفنا لحضور مباريات او مشاهدات اه بخاطع فيديو اه يأمد لتحليل المنافس او لمتابعة لاعب او لتحليل اداء اه بعض اللاعبين اه يقع كل صبوع نحضر مقابلات كورت خدم يقع المدنة باسم اللاعب اللي متابعته وتحليل اداء تحليل في مقابلة وتقديم تقرير للفريق اللي كنفنا دوركم بيبقى مقتصر بس على متابعة ممتشاط الاتحاد الانجليزي او الاتحادات الكورة البريطانية او لا بيتعدى ده خارج الحدود يعني من الممكن انكم تستكشفوا مواهب في افريقيا او في امريكا الجنوبية او في اسيا او في اي مكان في العالم لا لحد الان دورنا يختصر على البطولات البريطانية الانجليزية شفت ازاي يختلف يختلف دور كشافي يختلف حسب المراحل الصنية هل في رخصة معينة لايسنس معينة مفروض انكم بتحصلوا عليها عشان يعني تقوموا بالدور ده اكيد اكيد في رخصة عن طريق الاتحاد الانجليزي او ااتحاد سكوتلندي كذلك في رخصة عن طريق ربيطة تكشفية المواهب المواهب اسمها بالانجليز البي اف تي اي واي واحد اي انساني نجمي ياخش هادة دي مش لازم يكون لاعب خديم ولا لاعب ولا لاعب كبير انك تكون موغوب انك تكون تحب تتعلم وعندك الرقبة في التعلم انا اعرف طبعا ان فيه يعني فروق فردية كتيرة جدا وعين عن عين بالتأكيد بتختلف لكن كابتل لاسعة سبيتا لما بتيجي تدور على موهبة جديدة في عصر الكرة اللي احنا بنيش الوقتي هل بتشوف انه المتطلبات او المواصفات المرتبطة بتقديم موهبة جديدة اختلفت عن قبل كده هل حجم المهارة او يعني المهارة مهارة كرة القدم ما بقتش بتمثل الجزء الاساسي وبقى فيه معايير تانية زي مثلا على سبيل المثال يعني القدرات البدنية السرعة القوة الانضباط التكتيكي يعني ترتب لي كده على اي اساس انتو بتقيموا المواهب عشان تقولوا انه دي موهبة يعني جيدة او موهبة متوضعة مثلا اكيد هي هو المعنى الحقيقي اللي عملية اكتشاف المواهب هي عملية ايجاد لاعبين واعدين للنادي الكلمة موهوب معقدة فالتحدي الاساس في اكتشاف المواهب هو قابلية اللاعب واللاعبين بالتطور في المستقبل وتكون على طريقة علمية صحيحة خاصة مع وجود مجموعة كبيرة من المعوامل اللي تأثر في عملية تطوير اللاعب وتقييم اللاعب يكون في اربع مراحل مراحل تكتيكية الجانب التكتيكي الجانب الفني الجانب الفيزيريجي وكذلك الجانب النفسي ليو بيسي مثلا واندرياس انيستا اتنين من اعظم اللاعب اللي شفناهم في العشرين سالة اخيرة في كورة القدم رغم انهم ما عندهمش مثلا بنية جسدية قوية او تكوين بدني يعني لا يتمتعوا بأي نوع من انواع القوة على الاطلاق لكن محدش يقدر ينكر انهم اتنين من اعظم اللاعب اللي الليعب على اقل خلينا نقول في العشرين سنة الاخيرة رحيح هذا في مشكل بالنسبة للعام السن السن يختلف مثلا نشوفه في نفس السنة اللاعب مولوط في جانب الفي يختلف على اللاعب الموجود في ديسمبر لذا لازم ما نعملوش خلق في الاعمار خلق في البنية الجسدية في اللاعب في عشر سنوات أو حداشن سنة أكيد مش يتطور بدنيا في المرحلة ذيك لازم نأكده ونشوفه وتقييم يكون على أساس الجانب التقني الجانب الفني وقبل التطوير طب خليني أسألك حاجة ليه علاقة شوية ونعرف انك طبعا فيه أصول تونسية لكن يعني هي حاجة تتعلق باللعب العربي واللعب الأفريقي بشكل عام وبما انك بتشتغل في انجلترا فأنت أكيد عارف انه جزء كبير جدا النهاردة من المنتخبات الأوروبية منها هولندا منها فرنسا منها مؤخرا ألمانيا مثلا بتعتمد على لعبين من أصول عربية أو من أصول أفريقية وحققت معهم نجاحات بل انه أزيد على ده كمان انه فيه لعيبة أفرقى وعرب في السنوات الأخيرة كانوا الأفضل على مستوى دوري زي دوري الإنجليزي حتى شقدر يمكن انه مو صلاح وانه حكيم زياش وانه رياض محرز وانه عشرف حكيمي بقوا من أهم الأسماء للكرة في أوروبا من وجهة نظرك ازاي نقدر نطور او ازاي نقدر نترجم الإمكانيات دي الخامات دي بحيث انه منتخبات العربية والأفريقية تبقى على نفس القدر ونفس القوة من المنافسة رغم ان احنا شوفنا في كاسة العالم طبعا منتخبات ناجحت بشكل كبير زي المغرب يعني اكيد اول حاجة اننا لازم نطلعنا سؤال هل وفرنا البيئة لصناعة لاعبين الجد وليكتشاف هذه المواهب فكل مربوط بسياة بسياة لما عوامل جانبية كسياسة الدولة العوامل سياسة الدولة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لللاعبين الإطار التعليمي لازم نوفره إطار تعليم وإطار تدريبي متوازن المحلان في بريطانيا ألاف الملاعب وألاف البنية التحتية وألاف المدربين والأكاديميديات وهذه سهل أن الأطفال يلعبوا يتعلموا وهي كان نجم ونكتشفوا مواهب جديدة هذا أول حاجة لازم البيئة نوفره البيئة ونوفره المدربين إذا نحقوا على لعبين متطور لازمنا المدربين متطورين كابتن لاسعد سبيتا بشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا في ألساديسة ويبقى موضوع المواهب ده واحد من الموضوعات بتشغلني جد يعني تيجي تقارن موهبة بحجم مثلا إيرلينج هالند وكيلين يمبابي مش دول اللي بيقولوا عليهم جايين أو دول هما الأفضل على مستوى الهجوم لم يقارنهم بموهبة وإمكانيات مثلا لعيبة زي رونالدو ونازاريو أو زي تيريون ري أو زي دينيس بيركام لا فيه فارق كبير فيه جاكة جماعة انتم يمكن ما شفتوش فما تعرفوش والمقارنة بتبقى صعبة لأنه طبعا التوقيت اختلف وسائل التدريب اختلفت الكرة اللي بتلاعب بها اختلفت حاجات كتيرة جدا اختلفت لكن لما تيجي تكلم على موهبة 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 زي بانكت افضل بكتير جدا وكان فيها وفرة اكتر بكتير جدا من دلوقتي خلينا بقى نروح لواحد من الحوارات المهمة اللي اجريناها في السادسة طبعا كان المفتر الانترفيو داي يكون لايف يعني يكون مباشر بس طبعا لفروق التوقيت الصعبة جدا بيننا وبينهم كان صعب انه جوردين واتسن المتحدث الرسمي لنادي اوكلن سيتي اللي هيشارك في النسخة القادمة من كاس العالم طبعا وهيبدأ مشواره في مواجهة النادي الاهلي انه يكون موجود معنا على الهوى فالحقيقة احنا تواصلنا معاه وبعتنا له مجموعة من الاسئلة المرتبطة بها المواجهة او الكاش الاول رغم انه ليس الاول من نوع احنا زي ما قلت لكم في بداية الحلقة قابلنا اوكلن سيتي قبل كده والمقابلة الوحيدة الرسمية كانت في كاس العالم وفاس بيها الاهلي بنتيجة 2-0 المفترض انه ممكن كان يبقى فيه مواجهة تانية لكن اوكلن سيتي اعتذر عن المشاركة في البطولة بسبب ظروف الكورونا وفي انتظار المواجهة في 20-23 على ارض مغربية جوردين واتسن المتحدث الرسمي اللي ندي اوكلن سيتي كلمنا عن تطلعاته وعن مواجهة الاهلي وعن مشاركة فريق اوكلن سيتي في كاس العالم والحقيقة قبل ما نتابع اللقاء والحوار خليني اشكر الزميل العزيز احمد عصام اللي اقام بترجمة اللقاء تعالوا نشوف قال ايه ونرجع لحضراتكم في البداية شكرا جزيلا على سؤالكم حول كأس فيفا القادم يسعدني جدا ان اقدم نفسي انا جوردون واتسن انا المسؤول الصحفي لنادي اوكلن سيتي لكرة القدم حتى الان في المواسم العشرة او الاحد عشر موسما الماضية لذا بالنسبة الى سؤالك الاول انظر الى هذا التأهل المهم لنادي مدينة اوكلن لكرة القدم فالوضع هو اننا لم نشارك في هذه المسابقة منذ عام 2017 فقد تم ترشيحنا مرتين خلال الفترة السرية للمشاركة ولكن بسبب القيود التي تفرضها حكومتنا على الدخول والخروج من بلدنا لم نتمكن من ايجاد حل مما يعني اننا اضطررنا الى الانسحاب من المنافسة مرتين وهو ما كان من الصعب جدا علينا القيام به وخلال تلك الفترة ايضا تمت اعادة تشكيل منافستنا المحلية في كرة القدم النيوزيلندية وتم تفكيك الدور الوطنية الذي كان يعمل منذ عام 2004 لذا يوجد الان تشكيل جديد للمنافسة من المهم بالنسبة لنا تمثيل كرة القدم النيوزيلندية في افضل طريقة يمكننا القيام بها في ظل هذه الظروف هي ان طموحاتنا هي انها كانت في النسخ السابقة وهي تقديم تمثيل جيد لكرة القدم لدينا وهذا ليس بالامر السهل دائما لان هناك فجوة بين كرة القدم في اوكيانوسيا وكرة القدم في اماكن اخرى واعتقد ان ذلك ان مشجعي كرة القدم المصرية والافريقية يتمتعون بمعرفة جيدة وسيفهمون عندما اقول ان قوى كرة القدم الراسخة في العالم ليس لديها دائما رأي عال في كرة القدم لدينا وكان هذا هو الحال تقليديا مع كرة القدم الافريقية ايضا لذلك ربما نشارك بعض الخبرة بهذه الطريقة التي نعرفها لمحاولة الوصول الى مستوى عال لتكون قادرا على المنافسة وهذا دائما هو خط الاساس لدينا ولا نتوقع ابدا اي توقع حول المدى الذي يمكننا المضي قدما فيه فنحن نتمرن دقيقة بدقيقة في بعض الحالات في هذا الوضع بالنسبة للبطولة في المغرب من حيث اللاعبين ربما يكون السؤال الافضل على كوتش البرت ريارا ما يمكنني قوله هو انه في كرة القدم هناك تغيير دائما في ندينا وهو امر مختلف لدينا دائما لعبون الذين يهتمون بالقدوم للعب لأوكلند من المهم ان نقول ان لعبين ليسوا محترفين ولم يحصلوا على ذلك لذا فان سؤالك حول الانجاز المغربي يمكن لنادي تحقيق ذلك مرة اخرى بشكل جيد حقا السؤال الذي طرحته علي سؤال رائع وامامنا فرصة وكما تعلم اننا وصلنا عشر مرات وأما بالنسبة للأهل فلم لا فقد حقق اكثر من 140 لقبا محليا واقليميا وعالميا وكأس العالم للاندية ثلاثا اعني ان هذا النادي يضع المعايير في افريقيا فهو يحتل مرتبة الاولى لسبب انهم احتلوا المرتبة الاولى في مصر لسبب وتوقعات جمهور الاهلي المشجعون دائما مرتفعون بشكل استثنائي الرأي الحالي لنادي اوكلاند سيتي ليس سوى انه يجب علينا التفكير بشكل احترافي وعلى اي حال سنبدل قصار جهدنا وعلينا التخطيط للعب جيدا امام الفرق الصعبة فلدينا مباريات في غاية الصعوبة لكن على اي حال نحن نستعد ليس هو الشعور بالعداء او ربما الكراهية لكن يمكن القول بان هناك شعور بالمزيد من المنافسة ولكن النادي ادرك ان هناك ايضا بعض اوجه التشابه الحالي وبالتالي نحن نود ان نخوض التجربة هناك احترام متبادل وبالتأكيد من وجهة نظر مدينة اوكلاند هذا هو الشعور تجاه الاهلي لعبنا ايضا مع العديد من الفرق الافريقية في الماضي ليس الاهلي فقط ولكن بالنسبة لنا كما قلت لك الاهلي هو اقوى المنافسين ولابد من وعي ذلك جيدا والتخطيط واخذ الحظر اظن اننا واجهنا قبل ذلك مازينبا ووفاق السطيف الجزائري انتم تنظرون الى اداء المغرف في العالم الفيفا للوصول الى نصف النهائي لفهم ان هذا يشبه الاخى الاكبر من نواحي كثيرة انظروا الى الاهلي الموسم الماضي حيث انه المركز الثاني في المسابقتين واكملوا كأس العالم للاندية فيفا مرة اخرى كما شاهدتم والجميع يعلم ذلك انه كلما شاهدنا فريق الاهلي في موسم به ضعف في الاداء يرجع بقوة في الموسم الذي يلي وكأنه يعيد نفسه من جديد واعتقد ان الفريق لم يتغير منذ 2006 نفهم العقلية جيدا ومن نواحي كثيرة نحن انفسنا كما وضحت في سؤالك اننا لدينا حصلنا على الميدال البرونزية قبل وحصلنا على عشرة القاب لدور الابطال ولكن يجب علينا ان نقول ان المستوى الان اقل مما مضى واننا بحاجة الى اعادة ما كنا عليه ولكن على اية حال يجب ان نضع في اعتبارنا ان المنافسة قوية انا حبيت بس احنا طبعا لعبنا الارقام دي من شوية بس حبيت اعادها مرة تانية لان ليه علاقة بواحد من المحاور موضوعات يعني اللي انا عايز اتكلم فيها مع نجمينا النهاردة كابتن خالد جدالة اللي بشرفنا في السادسة واحنا كنا لسه بنتكلم على دور الكشفين وانا كنت لسه بتكلم مع حضراتكم من شوية اللي بتابع الحلقة من قبلها يعني بدايتها كنت بتكلم على مطش الشباب الاهلي النهاردة والبنك الاهلي وقلت الحقيقة ان فيه كتير في الفرقتين وقلت بالاسم طبعا في فرقة النادي الاهلي عدد من اللعيبة كتير لفتوا نظري فكنت حابة بتكلم على فكرة المواهب واكتشافها ومش بس اكتشافها لان اكتشافها ده مجرد بداية عندك مشوار طويل جدا عشان توصل للارقام اللي احنا شفناها من شوية الارقام اللي وصلت فرنسا انها تتوج بلقب كاس العالم مرتين وتبقى دايما بطل متوقع او منافس رئيسي في اي بطولة تجربة خلت الكرة الكرواتية ظهر على الساحة بشكل مستمر وكرواتيا دولة صغيرة لا عندها اندية كبيرة بتنفس في اوروبا ولا عندها نجوم العارة التقيل ولكن منتخابها الحقيقة اصبح واحد من المنتخبات القوية جدا كولومبيا هولندا غانا يعني احنا بكلم على عدد من الدول الكبيرة اللي قدرت وده مش ممكن ييجي وليد الصدفة الارقام اللي حضرتكم شوفتوها دي والطفارات اللي حصلت في عدد محترفين في الخارج بالتأكيد جاء جت نتيجة استراتيجية وشغل اشتغلوا عليه او برنامج عمل اتحط اشتغلوا عليه مدة سنين طويلة جدا عشان يوصلوا للنتيجة دي لكنها ابدا مش ممكن تيجي بالصدفة نبدأ الكلام مع كابتن خالد بس بداية طبعا نرحب به على شاشة الاهلي ونقول له اهل وسهلا بك كابتن خالد في السادسة من عور الدنيا الله خليك يا احمد وتحياتي ليك انا كان معايا كابتن لسعد سبيتا كان بيكلمني على دور الكشفين في الدولة الانجليزية وانا كنت بتكلم على فكرة ان المواهب بقت عملة نادرة مش بس عندنا هنا في مصر يا كابتن خالد لكن في العالم كله لما نشوف العالم كله بيتصارع على مع كامل الاحترام طبعا هم منجوم العالم ما فيش شك في ده لكن لما بص على امكانيات مثلا كيليا نبابي او امكانيات إرلينج هالند وقارنهم بأسماء عظيمة كانت موجودة قبل كده ما هم مش بالطفارات ولا بالفلاتات اللي خلينا نسمع لأرقام الفلكية وحالة الصراع بالتالي لو كان في مواهب كتير النهاردة في مصر هنا او برا مصر في العالم كله ما اعتقدش انه الارقام الفلكية دي كتت هتبقى موجودة ولا حالة الصراع دي كتت هتبقى موجودة برضه طبعا عندك حق وبالنسبة لأرقام الفلكية الأرقام الفلكية دي برضه يعني ما بتدلش على موهبة اللاعب يعني احنا في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي غير زمان زمان كانت الموهبة هي الأعلى وكانت الارقام أقل دلوقتي عشان قرط القدم بقتصناعة وليها استثمارات كبيرة جدا على مستوى البس التلفزيوني تذاكر المباريات يعني المدخلات اللي بدخلها طورة القدم دلوقتي طبعا بقيت الأضعاف عن زمان عشان كده الأسعار بتاعت اللاعبة زادت مش عشان الموهبة زادت كان مفترض كان مفترض أنا كنت بقول في المقارنة اللي عملتها في الأول إنه كشاف زمان كان بيبزي الجهود مضنية لأنه ما كانش عنده أي أداة غير إنه هو يتحرك ويسافر وده بياخد منه وقت كبير ومجهود كبير عشان يطلع في النهاية بموهبة ولا اتنين النهاردة في عصر الأمار الصناعية والقناوات الفضائية والسوشال ميديا وكليك واحد على موبايل بتسوف مليون فيديو في مليون حتى بقت الأدوات أسهل بكتير بالنسبة للكشافين ومع ذلك عدد ما يقل ودي مفرقة أنا مش قادر يعني فيه تناقض هنا أنا مش قادر أفهم لأن وسائل الترفيه زادت يعني زمان الكشافين زي ما أنت بتقول كانوا بيبزلوا مجهود كبير كان لعبت الكورة في السن الصغير ما عندهاش أي فرصة أن هي ترفع عن نفسها غير أن هي تلعب كورة سواء في المدرسة وجهة نظر بل سواء في الشارع الشارع كان فيه متشات بتحصل في الشارع متشات بليها جمور جامد والناس بتقف واللعيبة بتلعب سواء في المدرسة فكان فيه المدرسة فيها ملاعب المدرس كان فيها ملاعب وفيها فرق جامدة جدا في الشوارع فيه كان كل منطقة بتلعب باسم المنطقة بتاعتها في الشارع كانش زحمة زي دلوقتي كان فيه اماكن ممكن الناس تلعب فيها كورة وسائل الترفيه ولا كان فيه موبايل ولا نت ولا فهي الوسيلة الوحيدة للترفيه الله ده كده كورت القدم ممكن تروح للانقراط بقى لا لو ما اشتغلتش عليها مزبوط وصح اه ممكن تروح للانقراط طيب السايكل بقى الدائرة اللي تمشي فيها المواهبة من اول اكتشافها رأيت لها ما تبصل انها تبقى واحدة من اهم نجوم الكورة يا سلام لو بكلم على مصريين يعني اللعيبة مصريين ايه دائرة اللي النهاردة كنت بقى تفرج على مطش الاهلي والبنك الاهلي قبل السادس على طول وشفت الحقيقة في الفرقتين لعيبة كورة كويسة كده احنا بكلم على لعيبة عندها 17 سنة برا 17 سنة ده كان بيلعب كاس عائلة برا 17 سنة ده بيلعب في الدولة الانجليزية احنا هنا 17 سنة ده بيقعد كم سنة عشان ياخد فرصة والمواهب اللي انا شفتها النهاردة دي هل كلها هتكمل؟ هل كلها هتوصل القصة ايه يا كابتن خيه؟ لا القصة صعبة اولا محتاجة الاساس اللي انت اللي بيتبني عليه لعب كورة القدم ايه هو الاساس اللي بيتبني عليه لعب كورة القدم؟ مدرب كفب مدرب مؤهل واحنا للأسف عندنا في الحتة دي نقدر نحط مليون خط عندنا هنا في مصر مدرب الشباب الفئة العمراء الصغيرة دي يختلف عن مدرب الفرقة الكبيرة أو الفرس تيم؟ اصعب لازم يكون عنده خبرة كبيرة جدا ومتعلم كويس جدا وهو عنده موهبة كبيرة جدا عشان يقدر ينقل خبراته يقدر يعمل لعب كورة من الايه تزد انت بتنشئ لعب كورة قدم فدايما حتى في برة وفي اوروبا اكتر ناس بتاخد فلوس اكتر مدربين الرواتب بتاعتها عالية اللي بتشتغل معه الفئة العمرية الصغيرة لانه هو بيعمل لك لعب كورة بعد كده يجيب لك فلوس قد كده ازاي تعمل لعيب كورة يا كابتن خالي؟ لا دي لعب كورة القدم بيتعامل من ست سنين لثمان سنين من ست سنين لثمان سنين عشان تنشئ لعب كورة قدم فالسن ده يكون عنده الاساسيات الاول مش اي لعيب كورة انت فاهم بسا عين الخبيرة زي حضرتك مثلا كده تقدر تشوف ان الولد ده اللي عنده ست سنين او ثمان سنين عنده اساسيات وعنده بدايات كورة القدم طبعا بيبان اه طبعا وانسى بسن تبتدي معاك كلام ده من عشر سنين من عشر سنين هي عشر سنين تبتدي معاه من ستة لثمان سنوات عشان تسلم 18 سنة تسلمه لعيب كرة متكامل متكامل في كل حاجة بس طبعا مش اي لعيب انت هتشتغل معها 8 سنين دول لا عين كويسة بتنقل لعيبة بتكون عندها مقاومات واسيات كويسة وعندها قابلية للتطور عندها قابلية للتطور والمدرب بقى كل ما بيكون عنده خبرة كبيرة وفاهم ومتعلم ودارس وعنده موهبة بيقدر يرتقي باللعب بشكل كبير جدا خلييني اخد المشوار من اوله كلام ده انا بسمعه من زمان جدا يعني من زمان جدا 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 انه في نظرية بتقول دايما فكرة انه الولادة الصغيرة او الناشئين مش المفترض انه تجهزهم او اعدادهم او سقل مهارتهم او تطوير امكانياتهم يبقى بيتم من خلال المسابقات وانه فكرة المسابقات وفكرة المنافسة في حد ذات ممكن يكون لها تأثير سلبي يضر اكتر ما يفيد اللعبة الصغيرة في السن ده في ناس ثانية بتقول لا لابد انه يتحط تحت ضغطه لابد ان يبقى فيه احتكاك وانه التمرين لوحده لا يكفي لانه مستوى يتطور وانه مهارته تسقل وانه يتم اعداده عشان يكون جاهز في يوم الايام انه يلعب فرستيم او انه يكون لعب محترف اي وجهتين نظر اسلام او اصح لا الاتنين سلام بس البداية كيف تنشئ لعب كرة قدم كيف تعلم لعب كرة القدم كل مهارات كرة القدم على فكرة الكلام بتكلم فيه ده لو جزقناه ده شغل يبقى كتير جدا يعني بمعنى ايه اللي انا عايز اقوله مثلا اساس كرة القدم ايه بالنسبة لاي ناشئ التمرير والاستلام لازم يبقى بيعرف باصي كويس ولازم بيعرف يستلم كويس ده الاساس اللي انت تقدر تبني عليه اي حاجة بعد كده لو ده مش موجود وابتديت تبني عليه يعني ده مش موجود عند اللاعب وابتديت دخلته في مراحل تانية كل حاجة تبوس فانت لازم تشتغل على التمرير والاستلام ده ممكن تشتغل عليهم ستة شهور مع الولد ازاي باصي ازاي باصي وازاي استلم لان كل حاجة في الحاجات دي عايزة شغل جامد جدا مش اي حد يعرفه غير اللي دارس واللي فاهم مع عشان كده احسن مدربين برا بتشتغل مع الولاد الصغاري عشان تعلموا ازاي باصي ببطن رجله وجهة نظرك الشخصية كابتن خالد او تقييمك الشخصي لفكرة اللي جاي في الكرون المصري يعني شباب مش بكلم على فريق الاهلي بس بكلم على الكرة في مصر عموما الشباب اللي جاي الأجيال اللي جاية ورا الجيل الحال يعني انا كنت بقول انه صعب قوي الجيل ده انه يكون اعملنا في تقهل كسر العالم 2026 وغالبا هنحتاج وجوه جديدة وجيل جديد شايف ازاي الأجيال اللي جاي في كرة القدر المصري شايف مستقبلنا يطمن ولا شايف انه احنا متأخرين وانه احنا في مرحلة جرز الانذار في مرحلة الخطر ازاي ما بيقولك لا احنا متأخرين يعني اللي جاي بعد الجيل دوا لا متأخرين ولازم فعلا نضرب جرز انذار لازم نشتغل وبعدين انا الولاد في السن ده 16 و 15 و 14 سنة لغاية 17 سنة و 18 سنة بيصعبوا علي لان احنا العملية عندنا بالعكس زي ما قلتلك الاساس في لعب كرة القدم مين المدرب اللي بيمرنكم وازاي استمر المدرب ده على نفس الفكر ونفس المنهج مع الولد لا اكتر وقت ممكن احنا بيحصل عندنا في قطاعات النشئين مدرب بيمسك فرقة يشتغل معا شهرين لعب الدوري يخسر له مطشين الادارة تمشين بيجي واحد تاني كل ده مين اللي بيتظلم فيه لعب كورتقات يعني انا بستغرب لانه لما شوف الخامة دي يعني انا لما تكلم انا مش حد خبير بس انا يعني انا برضو شفت كتير واقدر اقايم الى حد كبير يعني اللعيب ده كويس ولا مش كويس انا النهاردة شفت في الفرقتين اللعيبت كرة كويسة جدا والسؤال هنا احنا بقالنا برضو يعني ما نيجي نبص المسابقة الدوري حاجة هتلاقي هم مثلا مثلا يعني انا 18 فريق بمثلا 540 لعب منهم تقريبا 400 لعب هم هم اللي بيشوفوا في الدوري المصري بقالنا 10 سنين بس هو كل سيزن بيقلع التيشرت دي يلبس التيشرت دي لكن الجديد اللي بيدخل الجديد اللي بيظهر الجديد اللي بيقول عليه فلتة ويلفت الأنظار تقريبا ما فيش يعني الماتش اللي انت وبصوت بيه بالفرعتين البنك الأهلي والأهلي النهاردة فرعت لألفين وخمسة دول مواليد ألفين وخمسة احنا عندنا منتخب مصر للشباب حيلعب بطوط أفريقيا مواليد ألفين وثلاثة ايه لو فيه حد مميز في الفرعتين اللي انت تفرقت عليهم أو واضح انه هو سابق شوية المفروض انه هو ينضم المنتخب مصر اللي هو الألفين وثلاثة الفرعتين ما فيش ولا واحد فيهم في المنتخب مع منتخب الشباب فهم على مستوى المسابقة كويسين نروح لملف الأهلي بس قبل ما نفتح الأهلي واسموح وقبل ما نتكلم على اللي جاي بالنسبة للأهلي قبل كاس العالم مع كابتن خالد جدالله نروح لفاصل أخير ونرجع لحضراتكم في الفاصل كنت بأتكلم مع كابتن خالد بقوله رأيك في المغرب واللي عملته في كاس العالم فما فيش منع تسمعه واجابته برده أنا سمعتها بس ما فيش منع نسمع اجابته على هوا إيه رأيك في المغرب وإيه رأيك في السعودية وإيه رأيك في تونس وإيه رأيك في اليابان يعني المنتخبات اللي جاية من بعيد دي يا كابتن خالد ما كانش حد متوقع أنها تعمل حاجة في كاس العالم إيه رأيك في كرواتيا اللي وسط مربع دهبي تاني نسخة من كاس العالم على التوالي فرأ جامدة وفرأ بتلعب كرة حديثة احنا يمكن من الفرأ اللي أنت يعني أكتر فرأ تشبهنا شوية تونس إنما الفرأ التانية لا سبقنا تلاتين اربعين سنة حتى السعودية يعني الكرة اللي بتلعبها السعودية والمغرب احنا ما نقدرش نلعبها حاليا ما نقدرش نلعبها رغم أن السعودية دخلت البطولة ما عنداش صفر من المحترفين بس السعودية عملت ايه مدرب هايل جابوه استقروا عليه سابوه على فكرة السعودية قبل كاس العالم لعبوا حوالي عشر مطشات ودية خسرهم كلهم كان ممكن أي ناس مش فهمة لو الناس مش فهمة طيروا المدرب ها لا 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 بيشتغلوا شغل مظبوط عندهم خطة طويلة الأمد بيفهموا بيقيموا الناس كويس احنا مشكلتنا هنا في مصر ونعرفش نقيم الناس اللي بيشتغل ما حدش بيقيموا يعني دي مشكلة انت لازم بتشغل ناس لازم بتقيمها مش المفروض فيه نظام رخص وفيه دورات تدريبية وفيه امتحانات عشان المدربين مش عندنا في مصر مش موجودة في كل حتى فرع حتى الرخص اللي كان بيعملها للاتحاد الأفريقي يعني يمكن معلومة اقولها لك يمكن اول مرة انتبقت في اسيا مش معترف بيها يعني مدربين اللي معاهم رخص اللي هي الـ C والـ B والـ A اللي كانت طالعة من الاتحاد الأفريقي لو ميروحش طالبية في الخليج مش معترفين بيها بيعترفوا من اللي بتطلع من الاتحاد الأسيوي ودي برضو نقطة نقف عندها لان هي برضو مش بحكاية الرخص والشهادات لان ممكن الشهادات بتتاخد والامتحانات يعني انا مش عايز اخد في القصة دي انما يعني ايه الشهادات بتتاخد والامتحانات يعني اي حد بيخش دورة اه ايه الشهادات سهل يعني تاخد شهادات انا هقول لك حاجة احمد انا سنة 96-97 رحت ألمانيا اخدت دورة كان دورة تدريبية اللي هي ليبزيك ليبزيك دي 8 شهور كان شاوية غريب معايا رحت انا وشاوية غريب كانت مصر بعتانا على اساس نرجع نشتغل في المنتخدات بتاعة مصر عدنا 8 شهور دورة تدريبية مدتها 8 شهور كان فيه ولد مسترس معانا اه معانا من المغرب كان اسمه عبداللطيف كان صاحبي جدا وجينا في الامتحانات الامتحانات شافوي يعني انت بتقعد انت والدكتور وفيه مترجع ما فيش تحريري وحد يبص وحد اي الاجابات كلها شافوا الامتحان شافوا فالولد عبداللطيف ده سقط في مادة التدريب الرياضي فالدكتورة بتاع التدريب الرياضي انا كنت جاب فيها امتياز فهو طلب مني اروح اكلمها بحيث قال لي يعني مش معقولة 8 شهور اتغرب عن بلدي وارجع وماخد الشهد فروح تقولت لها يعني مش معقولة قالت لي بص انا اعمل له كل حاجة ممكن استضيفه عندي يعود في ألمانيا انما تدينه شهادة وهو ما يستحقاش يروح يعلم الولاد غلطة ما كانتش بقيت ألمانيا ألمانيا بزر ما كانتش بقيت ألمانيا ألمانيا هو ده الفرق مش حكاية ان انا اتعلم لا اتعلم مزبوط نروح للأهلي عندنا ملفات كتيرة كابتر خالد اهمهم طبعا الفترة من بعد التوقف يعني الأهلي الحقيقة ابتدى الموسم وانت يبجي نكون تضيف علينا هنا واتكلمنا بعد مط شين وقلنا انه في حاجة في حالة في شكل وفي أداة وفي روح وفي قوة وفي سرعة وفي مهارة وفي سكور وفي علامة كاملة حصل توقف وصرف النظر على نتيجة احنا النتائجنا ما تأثرتش الحمد لله بس إثناء التعادل الوحيد مع فيوتشر النتائج مشة كويسة لكن أغلب الناس حاسة انه الأهلي اللي بعد التوقف مش هو الأهلي اللي قبل التوقف هل ده الملاحظة دي سليمة وهل لها أسباب منطقية أو طبيعية ما تخلناش نقلق ولا ليك وجهة نظر مختلفة يعني شايف الموضوع ازاي لا طبعا في أسباب والأداء اختلف يعني قبل التوقف كنا ماشيين بشكل كويس اللعبك يا بيتأدي بشكل كويس برتم سريع بأداء يفرح جماهير الناد الأهلي ويفرح بعد التوقف الدنيا اختلفت شوية وأنا عارف السبب يعني ممكن أقوله لك يعني نقوله طالما في قناة الناد الأهلي السبب كسل عالم السبب كسل عالم طبعا بعد الرجوع وبعد ما اللعيب أعتقد تفرجت على كسل عالم برضو يعني يعني كسل عالم أنا عن نفسي جاب لي إحباط شوية عن مستوى الكورة عندنا في مصر والشكل اللي احنا ماشيين به أو المستقبل بتاعنا قدام شوية فجاب لي إحباط من العروض الكويسة وأداء الفرق القوي جدا اللي أحد تفرج عليه حسنا أن إحنا بعاد ممكن الإحساس ده يكون جل العيوب فابتدوا بأداء مش كويس أو الحاجة التانية فترة التوقف ما استغلوهاش بشكل كويس يعني رح راحوا فيها شوية كانوا متطمينين عاملين عروض كويسة قبل التوقف ونتائج كويسة فرح راحوا شوية فترة التوقف البداية ما كانتش كويسة وأكتر حاجة أنا قلقاني ماتش فيوتشر مش النتيجة إن إحنا لعبنا قدام فرقة بتلعب نقصة واحد بعد عشرين دقيقة قدامنا وما قدرناش إن إحنا برضو نفتح الماتش أو نلاقي حلول هجومية نقدر نسجل بها هداف ونكسب الماتش ففي الفرقة محتاجة وقفة شوية بإذن الله أتمنى بدءا من ماتش بكرة ماتش سموحة اللي هيكون برضو قوي وده متقيل أن فرد سموحة من الفرق اللي بتلعب جيمات دفاعية ومعها كابتال خلد أنا خلاص تعودت إحنا أي ماتش بنلعبه مع أي فرقة أين كان اسمها وأين كان ترتبها ببقوا ماتش بايخ الفرقة بتلعب بيعني عنف بشروع بتلعب أقصى طاقتها بتلعب بغل كورة بتلعب وكأنها بتلعب على الطولة يعني كل ماتشات الأهلي بقت كده تقريبا هو بس صعوبة ماتش بكرة عشان نتخطى الماتشين اللي فاتوا يعني ماتش فيوتشر وماتش فارقه العرض اللي هو النقطتين اللي اخسرناهم التعادل مع فيوتشر والعرض اللي مش كويس برضو قدام فارقه مع أننا كسبنا الماتش الماتش بكرة مهم عشان كده إزاي نتخطى المرحلة الوحشة اللي فاتت دي كأداء كأداء ونتيجة يعني يعني عايزين نتيجة وأداء جميع الناد الأهلي دايما عايزة تشوف فرقيته بتلعب كورة حلوة زي ما احنا متعودين وإحنا اللعيبة عندها الإمكانية إنه يتقدي بشكل أحسن من كده كتير تلعب كورة حلوة قوي وتكسب وتعمل نتيجة كويسة فنتمنى بإذن الله تبقى البداية من بكرة أكرم توفيق وغيابه شايفه إزاي ومين الأفضل في التوقيت الحالي في المكان ده تراهن على هاني تراهن على أن كريم فؤاد يرجع يلعب تاني وراء ولا تراهن مثلا على توظيف مثلا حد زي ربيع أو حسين الشحات تعايز أكتر من اسم أكيد في المكان بس في النهاية برضو أنا أو جمهور الأهلي مش أنا بس جمهور الأهلي بسقص على أنه أنت بتجهز سكواد راح تلعب بكس عائل طبعا ألف سلامة على أكرم ونتطمن عليه يعني الحاجة الوحيدة اللي نقدر نقولها بس قدر الله ومشاء فعال الحمد لله على كل شيء هو لعيب مكتهد ولعيب جدع وراجل ودايما لعيب اللي بيلعب بقلب ومعرض للإصابات بشكل كبير نتمنى له الشفاء بإذن الله والفترة دي تعدي بسرعة ويرجع يفرحنا بأداءه زي ما كان بيفرحنا قبل كده من ناحية مين اللي يكون موجود محمد هاني موجود فيه كريم فؤاد أنا من وجهة نظري كريم بيلعب بشكل منتظم الفترة اللي فاتت أنا شايف سرعاته ممكن تستغل لما يلعب في الجنب اليمين بيبقى بشكل كويس التدوير اللي بيعمله ميستر كولر في التوقيت ده مطلوب يعني حتى دي الجمهور دايما مختلف عليها شوفنا تدوير في أسماء وشوفنا تدوير في مراكز يعني شوفنا أسماء كل مباراة بتتغير مرة تلعب أساسي مرة تقعد احتياطي أو مرة ما تشالكش خالص وشوفنا كمان أسماء بتلعب كل مباراة بس في كل مباراة بتلعب في مركز مختلف عن المباراة اللي قبل هل ده مطلوب في فترة بترايح فيها لمنافسات على مستوى أصعب أنا عندي فبراير ده كاس عالم أول وكاس عالم ونصه الثاني عندي بداية مشار دور المجموعات في دوري الأبطال فبالتالي الناس برضو مش بتئيس على مع كامل الاحترام للمنافسين يعني المحلين بس الناس مش بتئيس على مطشوط الدوري المحلين الناس بتئيس على أنك ترايح تلعب مع الكبار في أفريقي أو في العالم فبالتالي عايزة تطمن على شكل سكوات نديل هو بس فيه فرق بين التدوير وبين تهيير مراكز اللعين أنا مع التدوير بس أنا مع التدوير لما يكون فيه ضغط المباراة يعني كل تلات يام بتلعب مباراة أنا مع التدوير إنما لو هتلعب كل أسبوع مباراة أنا مش مع التدوير يعني هيا بتبقى وقفة على مدة الماتشات أنا مع التدوير الفترة اللي بين الماتش والتدوير فترة الرحة يعني فترة الرحة اللي ما بين الماتش والماتش لو كل تلات يام مباراة أنا مع التدوير في حدود من 3 إلى 4 العيب ولكن لو بنلعب كل أسبوع ماتش أنا مش مع التدوير وحت التغيير مراكز اللعيب أنا مش معها خالص يعني لازم هو يوظف اللعيب كل واحد يعرف المكان اللي هو بيلعب فيه اللي هو يقدر يؤدي فيه بشكل كويس جداً حسب إمكانياته سواء الإمكانيات دي كانت هجومية أو دفاعية ويثبت رأس الحربة ظهر فيه على سبيل المثال ظهر فيه حسام حسن ظهر فيه محمد شريف ظهر فيه شادي حسين ظهر فيه برستاو ظهر فيه برونو سابيو يعني أنا لغاية دلوقتي هم كلهم شبه بعض يعني ما فيش حد قدر يقنعني أنه هو يكون مستمر على طول وعشان كده بيحصل تغيير في المكان ده لأنه برضو هتلاقي مستر كولر لسه ما فيش أي حد من اللعيبة من أسام اللعيبة اللي أنت قلتها أقنعه أنه هو يكون موجود بشكل أساسي على طول فهو عشان كده بيضايق هو لسه ما استقرش فهما مطالبين أنه هما يشدوا حلم شوية وكل واحد يقدي أقسم عنده بحيث أنه هو يبقى المكان ده بتاعه أنا مش بتاعه حد تاني هو ده اللي نقص بس في الحد تاني أفضل تركيبة شفتها للأهل الموسم ده أفضل عناصر شاركة وشفت أنه دول يعني الأسماء دي في الأماكن دي ده أفضل شكل وأفضل سكوارد للأهل يعني أنا زي ما بقولك حتة رسال حربة محدش أقنعني كله شبه بعض السلاسي اللي تحت عندنا ناس كلهم أدأهم على مستوى عالي بس لما يقدوا بالشكل المطلوب بالرتم المطلوب والسرعة المطلوبة وبالشكل المطلوب إحنا ما عندناش مشكلة في لعيبة إحنا أي حد حيلبس فانيلا الحمراء وحيلعب حيقدي ولكن في حدود اللي مطلوب منه من نواحي الهجومية من ناحية السرعة من ناحية الرتم السريع من ناحية الارتداد السريع وإنت بتدافع من ناحية التحول السريع من الدفاع للهجوم من ناحية الكاونتر أتاج والهجمات المشتدة اللي الناد الأهلي دايما لعبته بتبقى متميزة فيها كل الكلام ده موجود بس عايزين نشوفه باستمرارية بإذن الله في جزئية بتهيألي يعني ظني إنها ليه علاقة بالسيكولوجية بحالة نفسية يعني مش مرتبطة بقدرات لعيبة ومش مرتبطة بفكر جهاز فني ومش مرتبطة بحالة بدنية هي مرتبطة بحالة نفسية في أغلب الظن يعني وهي إنه لو لما ببص مثلا للماتشين الأخيرين دول الماتش الأول مع فيوتشر والماتش الثاني مع فاركو في الماتشين دول بعد ما الأهلي استقبل فيهم أو استقبلت فيهم شباكو هدف تعادل بتحصل حالة انتفاضة وبيلاقي الأهلي في ديناميكية وفي سرعة وفي رغبة وفي هجوم كاسح وفي تنوى في اللعبة مرة من الأطرافه ومرة من العمقه واللعبة كلها بتزيد وبتكمل السؤال هنا هي ليه الحالة دي ما بتظهرش مش أقولك من بداية المباراة بس ليه الحالة دي ما بتبقاش موجودة مثلا بعد ما بتسجل أول دايما أنت بتتقدم فلما بتتقدم أو بتحرز هدف ليه ما بتكملش أو ليه الحالة دي ما بتظهرش عشان داعب اللعب المصري لما بيتقدم بيرحرح شوي لما بيحس إنه بيرحرح زي ما احنا بنقول كده هو بيرحرح شوي إنما لما بيحس إنه هو هيخزر وهو لعيب نادي أهلي وفيه جمهور برا طبعاً نستنيله مش عايز يكسب فطبعاً بإنحرارة بتيجي ولكن هو تعود وهي حتة نفسية مهمة جداً بس هما يعني هي نفس اللعيبة دي ما كانتش كده يعني حتى لو مش هقولك السنين اللي فاتت ومش هقولك حتى اللعيبة دي ما كانتش كده مثلاً في كاسة سوبر حتى اللعيبة دي ما كانتش كده في التحدي المنستيري هنا في القاهرة يعني فيه ماتشاط كتير السيزن ده نفس السيزن ده كانت تسعين دي بتبقى قاعد مبسوط ومنت شايف الفريق كده أنا مبسوط ودني عشر على عشر ليه الحالة دي لأنه الحالة دي معلش أنا آسف يعني الحالة دي تفكر شوية الناس بالمسلمين الأخيرين أو الأجزاء الأخيرة أو الأشاط الأخيرة من المسلمين الأخيرين الحالة دي حلها أن اللعيبة ممكن تكون بتفكر في بعض ماتشات في الدوري المصري هما بيستهونوا بيها بيبعارفين أن هما حينزلوا ويكسبوا يعني الفرة اللي قدامه مش تقدر تكسبوا وإحنا حننزل نكسب كده كده فيه ظروف بتحصل للدنيا لما بتتقلب هما بقى من هنا يعني بيبتدوا يشدوا حالهم شوية فهما لازم بالنسبة لعيبة النادل الأهلي عشان إحنا لازم نتعلم من السنتين اللي فاتوا إحنا الدوري راح مننا إحنا كنا متقدمين في السنتين اللي فاتوا وزروط بعدد كبير حتى من النقاط وبعدين ابتدت النقاط تهرب مننا واحدة واحدة مش عايزين الإحساس دي يجي لنا إحنا عايزين كل ماتش نلعبه بالذات في المسابقة المحلية وفي أفريقيا وفي كاس العالم وإحنا نزلين لعبتنا تبعى عرفة إن إحنا خسرانين وعد صف يعني هما لو حطوا في دماغهم إن إحنا خسرانين من قبل بداية المباراة حيبتدوا الماتش بشكل كويس شايف المركاتو اللي جاي إزاي وإيه هي الطريقة الأنسب والأمسل لاستغلالها عشان تحضر فرقتك أنا بشوف إنه الموسم لسه يعني الموسم ما ابتداش كل اللي فات ده مجرد مقدمات أو لسه بنسح لكن الصعب كله والإجهات كله وتلحم المباريات والصفر والعودة ودوري أبطال وكاس عالم كل ده لسه ما ابتداش فالفرصة الأخيرة أو المركاتو الشيطوي ده إزاي تستغله بأفضل شكل كابتن خالد إحنا محتاجين تدعيم في بعض المركز يعني تدينا قوة بشكل كبير وتدينا تقلق أكتر من كده لأن إنت مطالب فرقة النادي الأهلي مطالبة في كل بطولة بتلعبها إنها تكسبها فأنت محتاج أن إنت تقوي نفسك في بعض المركز من وجهة نظر إحنا محتاجين رأس حربك طيب خليني أقولك لو هدف مثلا لو أنا أحط بالهدف يعني أنا هدفي مثلا أن أنا أوصل فاينال كاس عالم اللي جاي في المغرب وفي أرض الوداد غالبا أنا هقابله تاني غالبا إن شاء الله لو تجاوزت أوكلن سيتي هقابله تاني فشايف مع أنا فلمينجو السندي من أمريكا الجنوبية لهلال من السعودية ريال مدريد من أوروبا لو أنا عايز أوصل مبارا نهائي ألعب فاينال يعني إيه شكل وحجم الصفقات اللي ممكن لأهلي يكون محتاجها كتدعيم للفريق؟ محتاجين رأس حربة بشكل مختلف بستايل مختلف عن اللي موجود يعني رأس حربة قوي سريع يقدر يكون محطة لأن إحنا عندنا لعيبة بكرة اللي بتيجي من تحت عندنا لعيبة كتير كويسين بيقدروا ييجوا من تحت محتاجين حد يسنده عليه زي ما احنا بنقول بلغة الكرة حد يسنده عليه منه هم جايين بالكرة فإحنا محتاجين رأس حربة قوي سريع بيقدر يحرز أهداف بيتحرك جوا منطقة الجزاء بيستغل الفرصة يعني بشكل مختلف عن اللعيبة اللي موجودة يعني مش زي محمد شريف ومزي شهادي مش زي حسام حسن حاجة أقوى كده جثمانيا يبقى قوي سريع زي ما بقولك نقدر نستخدمه كمحطة على أساس نستغل الناس لعدة الكرة الكويسية اللي بييجوا من نص الملعب من تحت لقدام ومحتاجين مساك يكون موجود مع الناس اللي موجودة المساكين بس كده أنا أعتقد أن يدونا تقل ونقدر مش محتاج لألي صفقات أكتر من كده شايف أنه صفقتين دول أو المركزين دول لو ادعاموا مش محتاجين مساك مش بالضرورة أنا مش بكلم على المحترفين أجانب يعني أنا أصد أقول ممكن جدا يبقوا لو لقيت من خلال مصر يعني من الدوري الأكيد الأكيد أنه في أجنبي رأس حربة طب كويس زي ما أنا بقوله آه ده أكيد ده أكيد لكن بس أنا أتمنى يكون مختلف في ستايل ما تفكرش مثلا الباكين اليمين والشمال تفكرت عندنا آه عندنا يعني ممكن يتدعمه بس مش مهمة أوي مش مهمة أوي رأس حربة وزي ما بقولك بستايل مختلف جثمانيا يكون قوي سريع يقدر يفتح مساحات رأي كابتن خالد أنه الباكين عندنا الظاهرين اللي يمين والشمال مش ما يلوش الأجنحة جناحين اللي يمين والشمال هل الملكز دي محتاجة دعم؟ لا عندنا برضو عندنا برضو مش محتاجين دعم في حد لفت نظرك في الدولي المصري يعني لو قلنا مساك ورأس حربة لا رأس حربة لا ما فيش حد ما فيش لازم يكون أجنبي ولازم يكون يعني من وجهة نظري طبعا شفت ماتش بيرامل زود دخلية الأخراني آه شفت ناس كتير بتتكلم على اسمه رشيد أعتقد اللي جاب جنيم بتاع الدخلية آه بتاع الدخلية لا ما ينفعناش ما ينفعناش لا 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 ما ينفعناش والمساك في حد لفت نظرك لا على مستوى مصر مش حد بحجم الأهلي يعني فيه فيه لعيبة كويسين بس مش حيده تقل لينا يعني بالنسبة للنادي الأهلي مش حيده تقل لينا أنا شايف رأس حربة لازم يكون محترف من برا وأتمنى يكون بالمواصفات اللي أنا بقول عليها طيب أقل من من شهر تقريبا يعني أعتقد أنه الأهلي هيسافر في أواخر يناير من المغرب عشان يبتدي يحضر للبطولة فأنت بتتكلم على شهر السيناريو الأفضل من وجهة نظر كابتن خالد إزاي مستر كولر والجهاز الفني واللعيبة تجهز وتتحضر للرحلة بتاعة كهس العالم أولى البطولات الصعبة والمهمة بالنسبة للجمهور الموسم ده من خلال مباراة الدوري أداء كويس ونتائج كويس يعني كل المتشات اللي حنلعبها قبل الصفر من خلال البطولة المحلية اللي هي بطولة الدوري لازم نقدي نعمل نتيجة كويسة عشان تدي ثقة كويسة وفي نفس الوقت أداء عالي لأن انت هتروح هناك هتقابل فرق مستواها أعلى من الدوري من الفرق اللي موجودة في الدوري المصري عندنا مش عايزين نتعود على الرتم رتم اللعب بتاع الدوري المصري يعني اللعيبة تبتدي تقهل نفسيها من دلوقتي بدءا من بكرة إزاي يلعب بسرعة عشان لما أروح ألعب في كاس العالم الأندية قدام فرق بتلعب بسرعة ما يبقاش إن أنا متأخر هو هي الفكرة إن أنا يعني هو بالتأكيد طبعا كل ماتش الأهلي عايز يكسب واللعيبة عايزة تكسب والجهاز الفني ومن وراءه ومن الجمهور لكن هي الفكرة مش فكرة المكسب أنا ممكن أكسب واحد واثنين وبعمل سكور في الدوري المصري ممكن لما أروح ألعب بيه في كاس العالم أو ألعب فيه في الدوري الأبطال مع القطنو ومع سانداونز ومع الهلال ما يبقاش هو الأداء اللي خليني برضو أو أحفظ على فرصتي في الفوز باللقب هي فكرة إزاي تستغل الماتشاط اللي جاية عشان تعلى بمستوى أدائك أو توصل بالفورمة بالفريق للفورمة اللي أنت عايز تظهر بيها في كاس العالم أنا زي ما قلت هما حكتين مهم جدا أن إحنا اللعيبة كل الماتشاط اللي حيلعبوها في مثابة الدوري نكسبها وفي نفس الوقت الأداء يبقى على مستوى عالي أنا اللي بقصده بالأداء يبقى على مستوى عالي أنا أهم حاجة يعني بقف عندها وتهمني رتم اللعب أنا لما بتفرج على رتم اللعب بتاعنا من خلال الفرق حتى كلها مش إحنا بس مش بكلم في الدوري المصري رتم الترط والجاري الخفي ده ما بقاش مش موجود فكور فأنا خايف من دي أنا عايزهم يتعودوا على رتم اللعب اللي بسرعة هم مش حيلوه فرق قدامنا هتلعب بسرعة إحنا نلعب بسرعة عشان يتعود على الرتم ده عشان لما نروح هناك ونلاقي الفرق بتلعب بالرتم السمي بسرعة ده كابتن خالد ليه شروط برضو بسرعة بسرعة ده يعني ليه واحد طبعا مساحات مفتوحة محتاجة فرقتين بيلعبوا كورة محتاج فريق بيهاجم عشان فريق يعمل اللي كانت رأتاك والعكس الصحيح لكن انت أغلب السنوريات اللي بتشوفها فرقة حتى الحداشر اللي عيب في الصندوق وبتدافع لغاية لما الأهل يسجل بقى كيف فكروا يتحركوا وبالتالي بقى كيف بقى في جين مفتوح وفي مساحات نقدر نجري فيها ونعمل فيها على فكرة أنا لما بقول كلمة سرعة السرعة مش هي سرعة الجري سرعة التصرف يعني الدورة الإنجليزية مثلا انت لو حسدت الكورة بتقعد في رجل اللعيب أي لعيب في أي فرق في الدورة الإنجليزية قد إيه هتلاقيها من ثلاثة لأربع سوائن ثانيتين ثلاث سوائن يبقى أنا هنا أصب بإيه الكورة جاءت التوقيفة بسرعة والباس بسرعة والتحرك بعد كده من غير كورة بسرعة مش سرعة أننا حفظ الأجري احنا مش هيبقى في ألعب قوة لا سرعة التفكير سرعة التصرف ما كل دي سرعة سرعة الإقاع وسرعة بالزبط كده سرعة الإقاع سرعة الحركة سرعة التصرف سرعة التخاذ القرار ما كل دي سرعة ما أنا مش عايزهم بقى يواجهوا الكلام ده يعني نفضل في الدورة المصري على مهلنا شوية في التروت والروح مرة واحدة نلاقي الناس بقى صواريخ من حواليك ما تقدرش الجري بس الأهلي برضو ودي نقطة تانية برضو لازم تبقى محل الاعتبار أنه أنت لما بتلعب في مسابقات يعني أنا بفتكر كنت بقول في أول حالة مع أصابة أكرم والناس زعلانا أنه أكرم مش هلعب كاس عالم ورقة مهمة ولعيب مؤثر ولعيب عنده روح فانيلة الحمرة بجد يعني طبعا فخسرته في بطولة زي كده واجع الناس بصراحة ظهر بشكل فجئنا إحنا كأهلوي نعملوا مطشط هيلة جدا يعني أنت لعبت مع مونتري المكسيكي ده وانت ناقص مدرعاتك ودباباتك كلهم كانوا بيلعبوا في أفريقيا ومع ذلك لعبت جيم كويس وكسبت وبعد شوية لعبت الهلال المدرع بعدد من الصفقات اللي جاي قبله بطولة حاجة كده عملت عرض هيل عملت موحدة من أجمل المطشط اللي لعبتها في حياتك فبالتالي في وقت من الأوقات برضو مستوى المنافس اعتقد بيشحم بطاريات معرفش يعني ممكن بيخلي مستوى طبيعي أو اهتمام اللعيبة أو تركيز اللعيبة بيزيد ده برضو واحد من الحاجات اللي بتتاخد في العتوار لا طبعا بيزيد بنسبة 40% يعني أنت لما هتلعب في طولة كبيرة زي كاس عالم الأندية وقدام فرق جامدة مستوى اللعيبة هيرتقل بنسبة 40% لوحده ولكن أنا عايزك أقول إيه التعود إحنا مش عايزين يبقى شكلنا زي فرق الدوري العام واللي حيفرق دايما شكلنا عن فرق الدوري العام هو رتم اللعب اللي إحنا نستطيع أنه إحنا نصرع أي مباراة زي ما إحنا عايزين السؤال المهم برضو لحضرتك فيما يتعلق بطريقة اللعب وطبعا يعني أنا متأكد مليون في المية وأبصم بالعشرة إنه الأمر ده حرية مطلقة اللي مدير الفني لكن في النهاية إحنا نتكلم كورة فأنا بسأل كابتن خارج لأن أنا شفت الطريقة دي كنت بنادي بيها وكنت بشوف الستي بيلعب بيها كورة ممتعة جدا خصوصا الفرق التقيل اللي عايزة تحقق لقب أو اللي عايزة مكسب بكل مباراة أو اللي بتلعب على بطولة دايما دايما ما بتبقاش مش مهتمة بالنحية الدفاعية لكن بيبقى مهتمة بالنحي الهجومية أكتر شوي أربعة واحد أربعة واحد وظهرت في كاس العالم مع أكتر من الفريق طريقة هجومية جدا بتخلي الفريق يعني اللي بيلعب بيها لما بيبقى حفظها ومتعودة عليها ليه شكل هجومي ليه سيطرة واستحواز بشكل معين بيبقى ملك الكورة في الملعب بشكل كبير هو اللي بيقدر يبقى الفعل والفريق اللي بيلعب ضده دايما رد الفعل رأيك فيها وهل الطريقة دي تصلح خلينا نقول لها على مستوى الدوري سيبك من أفريقيا وصيبك من كاس العالم على مستوى الدوري ولا من الصعب أنك أنت تبقى حفظ طريقة في الدوري تغيرها لما تروح تلعب في بطولة زي بطول الدوري الأبطال تغيرها تاني لما تروح تلعب في بطولة زي كاس العالم لا هو مش صعب أن أنت تغير الطريقة لأن من وظيفة أو من مسئوليات وواجبات الموديل الفني أنه هو ثلاثة أربعة طرق اللعب اللي هم الفرقة ممكن تلعبهم بيمرن اللعيب عليهم بحيث أنه هو حسب المنافس اللي حيلعبه قدامه لو حيحتاج أنه يغير طريقة اللعب تبقى اللعيبة متعودة عليها هذا شغل فني من خلال وحدات تدريبية لازم أي مدير فني يشتغل عليه برأيك في أربعة واحد أربعة واحد وهل تصلح أو هل ممكن تبقى مناسبة للأهلي في الدوري المصري ممكن ما فيش أي مشكلة على مستوى الدوري المصري ما فيش أي مشكل يعني ما عندناش أي مشكل لأن احنا نمتلك اللعيبة اللي هي الأقوى والأحسن والأكفأ من كل النواحي فأنت من أي مدير فني يقدر يشكل بقى العجينة اللي موجودة قدامه دي بقى أي طريقة هو عادي في رسالتك لنجومنا قبل لمطش بكرا إن شاء الله قبل موجود سموح يكرمهم ووفقهم وأنا عايزهم نفسي أتفرج من أول دقيقة تكون دينا احنا الكلمة العليا ويكون رتمينا سريع في التحرك في التصرف لأن احنا كلما هنجيب جون بدري المطش هيتفتح صحيح مطش بكرا مش مطش في الدوري ومش مطش في تلاتة بونت مطش بكرا كمان رسالة من رجالة الأهلي وفري الأهلي لجمهور بيقول لهم اتطمنوا احنا جاهزين لكل اللي جاي مهما كان صعب حتى لو كان على مستوى المشاركة في كاس العالم مع أبطال القرات أو حتى على مستوى دوري الأبطال وتحقيق حلم البطولة الأفريقية بشكركم على المتابعة بشكر كابتن خلد على وجوده معنا أنا وارف الدنيا كابتن خلد نتقابل دايما على كل خير في السادسة تحياتي لكم اشتركوا في القناة